طيب نروح لوزارة المالية اللي بيشرف عليها حزب الشعب وزارة المالية تكشف عن مخالفات كبيرة في محلات أشاورمة في النمسا وده يمكن الموضوع ده خد لسبوع الماضي شكل كبير من عملية العرض في الصحافة والنشرات الإخبارية طبعا هناك مخالفات على أشكال مختلفة سواء من ناحية النظافة موضوع العمل موضوع الاستخدامات موضوع التصريح شايف موضوع زي ده هل ممكن يؤثر بصورة صلبية على الاقتصاد للناس دي هتروح فين ولا المفروض يكون هناك إجراءات حازمة من الحكومة قبل لبدء أي حد لنشاط بالشكل يعني بصراحة سازة مدوح موضوع أنه أي حد أبل ما يبدأ هو أصلا يكون فيه عنده عدد من الإجراءات المتعلقة بالمكان والنظافة والتهيئة بس الستمرارية ما بتحصل لمطاعم لا بأصد أنه حتى حصل على الموافقة ولكن ما بعدها الله أعلم يعني شيء مؤسف جدا أنه محلات الشاور ما يكون فيها هالمشاكل كتير مثل موضوع النظافة موضوع العمل بالأسود موضوع التهرب الضريبي يعني أنا بصراحة إجانا عدد كبير من التعليقات المتعلقة بهذا الشائد وشو بتقل لك؟ بتقل لك اللي عم يحصل بالمطاعم صراحة بالمطاعم ما راح نسمي مشان ما أحد يزعل مني ناو يقول لنا بتحكوا على فلان وعلى ألتان عم يقول لنا بيحصل شيء كارثي وتسعين بالمئة من المطاعم لا تهتم لا بالنظافة ولا بال يعني بصراحة بالخدمة الحقيقية ولا بتقديم أي شيء يعني شوف أنت 222 محل نعم شافوا فيها 272 انتهاك طبعا لسه لو بدوروا أكثر بالموضوع لسه من الممكن أنه يطلع معهم صراحة مخالفات أكثر فبالتالي بصراحة يعني هذا هاي رسالة رسالة وتوجيه واضح أن كل من يعمل بمحال المطاعم أنه ينتبه أكثر ويهتم أكثر بالمنتج والطعام الذي يقدمه لأنه بصراحة الشرطة المالية لا ترحم لا ترحم يعني إن كان موضوع متعلق يعني أنا من يومين دريد بصراحة أحد محال بيع اللحم لحوم بالأحرى في فيينا تم إغلاقه بعد أن وجدوا عنده صرصور صراحة صرصور يعني يمشي على الحياة كذا بمكان معين فقالوا له أنت لا تلبي معايير النظافة تم إغلاق محله في فيينا محل يشرف عليه ما رح نحكي إلا المهم من الجاليات العربية فبالتالي بصراحة فبالتالي يجب الاهتمام أكثر لأن لأن الغرامات باهضة ولا يمكن تحمله